وداية بشأن الأمني حيث تمكنت عناصر القطاع العسكري بولاية باتنا وبتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بأمن ذات الولاية من حجز قرابة 15 ألف قرص مهلوس أجنبية صنعة كما تم حجز ثلاث مركبات سياحية وتوقيف ستة أشخاص في عملية نوعية تضاف إلى عمليات نوعية سابقة مكنت من حجز قرابة 100 ألف قرص مهلوس وتفكيك عدة شبكات إجرامية وطنية التغطية لسعيد حريكا في عملية شرطية نوعية قام بعناصر فرقة مكافحة التجار غير المشروع للمخدرات بالتنسيق مع عناصر القطاع العسكري باتنا تم من خلالها توقيع ثلاث مركبات سياحية بمدينة عينتوتا كانت قادمة من إحدى الولايات الجنوبية علامتنا ستة أشخاص تطروع عمارهم بين 25 و49 سنة كانوا بصدد نقل كمية مطابرة من المؤثرات العقلية باتجاه إحدى الولايات الساحلية الشرقية حيث تم حجز 14.993 كابسولة بريقابالين 300 ميليغرام بالإضافة إلى مبغ مالي وقدر بـ 32.500 دينار جزائري وطابر من عيدة طرويج